ويخليك تمام مع الدكتور عصاب والأعراض المهمة اللي ممكن نحس بيها واتعودنا دائما أن البرنامج مفتوح وبستقبل التليفونات وبجاوب عن الاتصالات وبناخد ندي طول الحلقة الحلقة ده أنا جاي عايز أقول كلام تاني كان زمان وإحنا في الكلية كان الدكتور يدخل مثلا المحاضرة ويقعد يتكلم ساعة الساعة دي كان ممكن تتلخص لو وراني فيديو أو لو ورانا مثلا سلايدز يعرف لنا عليها الشكل بتاع المرض نفسه احنا كلمنا كثير عن التليفو الكابدي مشارحنا كثير في التليفو الكابدي حقيقة النهاردة أنا حبيت أن أجرب أن احنا نتكلم بشكل مختلف بصورة مختلفة ويكون التناول بتاعنا تناول بطريقة مختلفة فجايب لكم معنا النهاردة فيديوهات نقلل الفيديوهات نشوف بعنينا ونعمل كومنت ونريشن على الفيديو نفسه نقدر نوصل منه لتصور تبقى الصورة في عناية أنا فاهم يعني إيه شكل الكبد لما نقول في تليف جيب لكم كمان فيديو حلو أو فيه سونار موجات صوتية إزاي نشخص التليف أو الدكتور بيشوف إيه الكلام دا حيفيدنا في إيه بقى ببرنامج الطب في حياتنا احنا مفروب نقول يا دكتور انت عودتنا ما نتكلمش في أمور علمية جامدة أو كده لا هو حيفيد أن يبقى فيه خلفية أو أرضية في أزهنة أن احنا نقدر نفهم بيها الدكتور لما يتكلم هو يقصد إيه يعني لما يجي يقول والله مثلا تليف يبقى إيه يعني كلمة تليف شكل الكبد في حالة التليف بيبقى شكله عامل إزاي لما مجرد أن تبقى الصورة موجودة في الأزهان ونبقى إحنا متفقين عليها لما نشوفها بتبقى الأمور أوضح في أزهاننا بدل من نوعد نعمل مليون حرق عن التليف الكبد يعتقد أن الحلقة دي يعني نعملها عن التليف الكبد وبعدك أن نتكلم في مواضيع تانية لأنه حيبقى اللي شاف الحلقة دي فهم يعني إيه تليف ولما بيدخل على اليوتيوب بعد كده ويشوفها هتبقى قدامه الفيديوهات وقت حاجات ونبدأ ناخد أول فيديو نتكلم فيه عن التليف الكبد ده قدامنا كده جسم الإنسان منطقة البطن من فوق منطقة البطن من فوق الجزء اللي هو إحنا شايفينه ده ده الجزء اللي هو بتاع الكبد بيقول طبعا أن الكبد ده السايت وده المكان بتاعه طبعا هنا وظائف الكبد يقوم بوظائف مهمة جدا من ناحية الهضم من ناحية الحفاظ على السوائل في الجسم والكبد له دور مهم جدا في إضرار العصارة الصفروية والعصارة الصفروية دي مهمة جدا في قصة الهضم برضو هو مغزن مهم جدا للدم وبيخزن الجلوكوز في صورة الجليكوجين يعني إحنا كده بنستعرض الموضوعات المهمة الخاصة بالكبد برضو من الكبد من وظائفه المهمة حتة البلازمة والحفاظ على السوائل في الجسم إضرار مادة الألبومين كل الحاجات ده لما نيجي نقول تلايف حلاق إن الوظائف دي كلها بتبقى مش كويسة ده شكل الكبد الفصين فصي أيمن وفص أيصر فزي ما احنا شايفين هنا إن ده الشكل العام للكبد بنبتدي إن احنا نناقش الأوضاع الوظيفية والأوضاع التشرحية الشكل اللي احنا شايفينه من فوق ده ده بيبتدي قصة التلايف قصة إصابة في الكبد الكبد حينما يصاب بأي شيء يسبب موت الخلايا الكبدية بيبتدي يبقى فيه تغيرات حكاية الشقوق دي أو البرجات اللي بتبقى موجودة دي برضو حيبقالها منظر في الصنار حنبقى نشوفها إن شاء الله زي الجرح كده الجرح ده لما يجي يعني يلتقم بيلتقم بتلايف أو ألياف الخلايا المتلايفة لا تقوم بالوظائف زي الخلايا الكبدية الجزء ده في الكبد بيبتسم ده معناه إيه؟ معناه إن الكبد سريع التجدد الخلايا الكبدية بتتجدد بسرعة والكبد يكاد يكون هو العضو الوحيد اللي بيجدد خلاياه بشكل سريع جدا فبالله يحصل له نوع من أنواع الإهانة والإنسلت والدامج والتلف فيبتدي يحصل فيه أجزاء تانية طبوز والأجزاء اللي بتبوز لما بتلتقم بتلتقم بأجزاء متلايفة والأجزاء المتلايفة ما بتقدرش تقوم بوظيفتها وتبتدي مسألة التلايف تستمر زي ما احنا شايفين مرة من فوق مرة من تحت مرة من الجنب ده كل دي سكار تعمل فيبروزيس الفايبروزيس اللي احنا بنكلم عليه ده يدل على إنه حصل سيل دامج أو تكسير في خلايا الكبد وبعد كده تجديد في خلايا الكبد وبعد كده الخلايا المتجددة لا تستطيع القيام بوظيفها ولا تمثل التمثيل الأمثل لها في القيام بالوظيف ويبقى زي ما احنا شايفين كده من ناحية دي ومن ناحية دي عملية التدمير لخلايا الكبد خلايا الجديدة ما بتقومش بوظيفتها كويس هذا ما يسمى بيئة تلايف الكبدي أو ليفر سيروزيس كلمة ليفر سيروزيس زي ما احنا شايفين هنا بيبتدي حجم الكبد يقل بيبتدي شكل الكبد يختلف وده اللي حنشوفه في الفيديو اللي بعد كده ايه الامور بتمشي ازاي في الشكل الاناتومي او الجروس اناتومي او الشكل التشريحي العام ليه الكبد الكلام ده مهم ان احنا نبتدي ان احنا نعرف وتبقى المسألة قريبة من ازهاننا يعني ايه تلايف كبدي ازاي الكبد بيجدد نفسه يا دكتور وبتقول ان الكبد حصل فيه بوظان لا ما هو التجديد ده ليه ضوابط معينة الضوابط دي مثلا انه ما يكونش عملية التدمير مستمرة يعني واحد بيشرب كحول الكحول ده قدى الى حدوث تلايف كبدي عنده يبقى مش هيفضل يشرب كحوله والكبد يجدد نفسه واحد عنده فيروس C او عنده فيروس B يبقى لازم الفيروس يتعالب مش هيقدر ابدا يمشي بنفس الطريقة ان الفيروس موجود وانا اقول للكبد لا ما تبصي فده برضو جزء في منتهى الاهمية موضوع النوكشيس ايجنت او سبب التلايف اسباب التلايف اسباب كثيرة عندنا الكحولي والغير كحولي ده كحولي سبب مهم جدا لقصة التلايف عندنا الفيروسات الكبدية عندنا الادوية المسكنات المهدئات المنشطات طعات الادوية بشكل مستمر يؤثر سلبيا على الكبد كل الكلام ده مهم لازم ناخد ده منه عندنا من الاسباب المهمة جدا للتلايف التلايف الالتهاب الكبدي المناعي ان الجسم نفسه بيهاجم الكبد وبيأثر عليه آآ برضو هنا لازم نفهم نقطة مهمة جدا ان التلايف الكبد ودرجات ومراحل لما بنوصل لمرحلة زي اللي احنا شايفينها دي الكبد بيكون خلاص باز وتلف وما بيستجبش لاي وسائل انقاذ وبيبقى الكبد باز يحتاج الى آآ زرع كبد في المراحل النهائية بيكون حتى لو احنا علجنا السبب لكن عملية التدمير اللي خليها الكبد مستمرة ويه الكبد بيصل مرحلة اسمها الاندستيج الاندستيج يبقى حباتك فيلير او الكبد باز يبقى محتاجين زرع كبد ده كده الفيديو الاول اللي احنا اتكلمنا فيه عن الكبد الفكرة هنا فكرة ان احنا انقرب الى ازهنة يعني انا عايز ان المسألة تبقى قريبة شوي ان احنا لما نشوف شكل الكبد في المراحل اللي بيحصل له فيها التليف والمراحل اللي بيكلف فيها لازم ناخد بالنا كويس ان نحافظ على الكبد بتاعنا وان احنا لو عندنا مرض نعالجه وان دايما يبقى عنينا على صحتنا بمعنى ايه الاهمال مش كويس لان الاهمال ده بيوصل العيان ان احنا بنشوفه في مراحل ما نعرفش ان نعمل له فيها حاجة ما بيبقاش عندنا وسائل كتير لنقدر نساعده بيها فيه عيانين كمان حتى بيجوا يعني بعد ما كل الامور تبقى خلاص يعني مثلا كمان حصله جلطة في الوريد البابي واصبح كمان زرع الكبد مستحيل عشان كده بقول دايما الاكتشاف المبكر تلاقوا كل حلقات الطب في حياتنا احنا بنتكلم فيها عن الاكتشاف المبكر الاكتشاف المبكر ازاين انا اعرف بسرعة الحق احس باي عرض مش طبيعي اروح للدكتور اكشف ادور الكلام هنا مهم جدا الكلام هنا مهم جدا الكلام هنا عايز اوصل به لنقطة اشوف العيان في مرحلة كويسة اشوفهم العيان في مرحلة اعرف اديله علاج ويستجيب لي العلاج وياخده يدي معايا ويدي بقى الامور كويسة لما يجيه للمريد واحنا يدوب التهابات فيروسي غير لما يجيه للمريد وعنده التهابات نزمنة غير لما يجيه للمريد وفيه اه يعني تلايف من مقدار المراحة بتقدمة حتى ما بيبقاش مستجيب للعلاج اه زي ما احنا عايزين كده ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضل انا دكتور بيجيلي بيه تنفس جامل جدا جدا ام وعملت اشعاعات اشعاعاته دي فالمهم كل مرة لواحد كل مرة لدكتور يقول له رح لدكتور اه جهاز عظم فهدي تنفس جويا قالولي ارتجاع المرية قالولي ارتجاع المرية واضح ان هم عاملين بيقولولك وانت المعلومات اللي عندك كلها قالولي وقالولنة وقالولك عملت مناظير عملت سينهار عملت اي حاجا لأ ما عملتش اي حاجا بس خلاص يبهو ده الكلام انت عملت وقل لي افترضات وبمسايل كلها قالولي وقالولنة لأ كلام ده كلام ميفعنيش انا ما دعزمت اتعامل خالص بالشكل ده انا بالنسبة للدين يا ورق واحد زياد واحد ثواتنين دي في التنفس عملت ايكو على القلب عملت رسم القلب عملت اشاعة على السفر اعملت قلولك دول براءة روح جهاز هضمي جهاز هضمي يعني موجات صوتية على البطل بعد كده حدد نعمل منظار على المعدة ونبقى احنا كده عرفنا القصة ماشي ازاي سعدنا يا دكتور بص يا جماعة المهم جدا انه يعني حتى لما نيجي نتكلم في التليفون علشان وقت الحلقة ما يدعش يبقى واحد اتنين ثلاثة وانا اجابتي تبقى واحد اتنين ثلاثة يعني احب دايما ان انا ابقى محدد مركز ما ضيعش وقت المرضى بتوعي وما ضيعش وقتي فيه ملايو في يد لما نتكلم مع دكتور المريض يدخل يبقى وارع وكله جاهز انا عامل بي سي ار جالي فيروس من الفين وتمانية جالي مش عارفة ايه عملت منظار في الفين وعشرة عملت 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 واردين الورق طيب نركنا القديم نشتغل على اخر حاجة ونبدأ فحوصاتنا من اخر نقطة والله الموضوع عندك واحد اتنين ثلاثة وبشناتك في العلاج واحد اتنين ثلاثة يلا وانتهت القصة يبقى دا الكلام اللي احنا بنشتغل به او دا الكلام اللي انا بحب دايما ان احنا نكون خلاص احنا النهاردة العالم كله تقدم وتطور حوالينا واحنا ما زلنا مش عايزين نتقدم ولا نتطور بسبب ان احنا بنضيع وقتنا انا اكاد اكون اشوف ارخص حاجة عندنا الوقت ارخص حاجة الوقت مع ان دا اغلى حاجة برا اغلى حاجة عندهم الوقت ايفن حط لما تلاقي اتنين بيسلموا على بعض لو شفت اتنين بيسلموا على بعض في المانيا هاي هاي خلاص خلصت احنا ما عندنا ازايك وازاي الصحة والعيال واخبارك وقلي وحكيلي وعملين ايه وجبته البطاية مع وضوع غريب قوي احنا عايزين ان احنا ننجز ونتطور في حياتنا يا جماعة ودي بقى من المفاهيم الاجتماعية لانا دايما نحب احطه في ازهالنا كلنا الوقت الوقت مهم ما نضيعش وقت كبير في المواصلات ما نضيعش وقت كبير في الشارع ما نضيعش وقت كبير في غير الهدف يعني واقصد فيه ماشيك زي ربنا ما بيقول يعني خلي ماشيك له مقصد ما افضلش ماشي في الشوارع ليل ونهار اضيع وقته خلاص لا ليه هدف وكذلك في الكلام فلان بتكلم معه بتكلم معه الهدف واحد اثنين ثلاثة يبقى لا وقته يديع ولا وقته يديع بنقدر نوصل في اقل وقت ان احنا نوصل احنا عاوزين ايه حتى لما اجيه مثلا فتوى انا عايزة استفتي شيخ في مسألة اقول له والله واحد ساب مثلا مبلغ قد كده عنده ولدين عنده ثلاثة عنده زوجة عنده قب دي توزع ازاي لكن ما قدش بقى اقول له الواحد ده شغال ايه ومات ازاي واحكي له قصة حياته وهو ما يهموش الكلام ده كله يعني ده اللي انا عايز اوصله في النهاية بتاعتنا فبرجع ان احنا مثلا ده متصلين اللي حيدخل على الاستوديو واحد اثنين ثلاثة علشان ياخد الاجابة في اقصر وقت يقوم وقت الحلقة ما يدعش كده ان شاء الله بإذن الله فاصل قصير ونعود اليكم ونستكمل الفيديوهات بتاعت الحلقة النهاية ده اللي انا مجهزها لكم علشان نخرج بمفهوم كويس فاصل قصير وتابعونا طب في حياتنا حابب تشوفها فهما تكون الظروفة الطب في حياتنا بيعرف نغذاتنا ويخفف آلام ويخليك تمام بيخفف آلام ويخليك تمام مع الدكتور عصام مع الدكتور عصام ورجعنا لكم بعض الفاصل بحمد الله عايزين نكمل كلامنا عن التلايف الكبدي وقبل ما أدخل بالفيديو اللي جاي عايز أجاوب على بعض الأسئلة اللي جات لنا عن طريق الرسائل النصية في مريض كبد وعندي تلايف وفيروس C تحاليل الهيموجلوبين الPCR الهيموجلوبين 15 والالفافيتوبروتين 25 والبيسي أير تسعة وربيد 1600 ماذا أفعل حتى لا يستفعل التلايف الكبدي عامل 58 سنة والله 58 الهيموجلوبين كويس الالفافيتوبروتين عالي شوية الالفافيتوبروتين لما يعلى شوية ده معنى أنه فيه تلايف كبدي بصرف النظر عن رقم البيسي أير بزي ما قلنا أرقام البيسي أير ده أرقام تقريبية يعني ما هيش مربط الفرس عندنا ده أرقام تعليم تنزل تطلع تنزل الفيروس موجود عملية التدمير موجودة سريعة فهترفع الإنزامات بطيئة هلاء الإنزامات مزبوطة هي مسألة مسألة مرض مزمن احنا بنتعامل معاها عندنا وسائل جتير وسائل جديدة فيه أدوية جديدة فيه كلام جديد بنعالج بيه الفيروسات بنعالج بيه التلايف الكبدي إذن فيه إيرا جديدة زي ما احنا بنتكلم وقلنا الكلام ده من 2013 وهو نازل في 2014 الأدوية بتاعت فيروس سي اللي هي بتشتغل عن طريقة حاجة اسمها البروتياز انهابتر اللي هي بتشتغل عن طريقة الإنزامات البيولوجية دي حاجة تانية خلص غير الانترفرون اللي احنا كنا بنكلم عنه قبل كده كلام ده حيبقى متوافر في الأسواق عادي خالص والدنيا كويسة ما فيش عندنا مشكلة فبالنسبة للإجابة على السؤال أيوة في علاجات في حاجات في كلام كويس أشوفك ونقول كل الكلام عايزين برضو هنا الإجابة برضو على سؤال آخر واحد بيقول لا سمعت يا دكتور وظيف الكبد عالية مع العلم بأن جميع التحاليل سليمة جميع التحاليل سليمة ووظيف الكبد عالية ده معناه ان في حاجة غلط في حاجة بتكسر في خلايا الكبد ده معناه ان في عملية تدمير لخلايا الكبد قائمة هنا المضادة بيهمني في نقطة مهمة ان انا ابتدأ ادور عنده سكر في خلال في دهون الجسم متابوليزم بتا الدهون كل ده برفع وفي دهون على الكبد ما فيش دهون على الكبد في مشاكل في الكده صورة الدم كل ده سليم ما فيش فيروسات يبقى احنا بنتكلم في حالة انزيمات عالية ودي لازم نشوف بقى ازا كان بياخد أدوية مسكنات أو أدوية للعظام أو أدوية هنا أو هنا أو هنا ببتدأ شوف القصة جاية منين وديبتدأ نتكلم عنها فالحدوتة دي لها علاج والانزيمات لها علاج وكل حاجة لها علاج ما فيش مشاكل ياسر بيقول الفيروس بقى 117000 وبيتناول ريبافرين طب هو السؤال هنا هو بقول أمشي على ريبافرين ولا لا والفيروس 117 لازم قلت أنا الفيروس يزيد أو الفيروس يقل ما هوش بالنسبة للمؤشر الحقيقي المؤشر الحقيقي عينة الكبد المؤشر الحقيقي عينة الكبد أو مينوع عن عينة الكبد بأشعة زي الفابروسكان أو بتحليل زي الفابروتست يرقى البيسي آر لوحده مش كفاية في كلام كتير جنب البيسي آر عشان نقدر نقيم الموضوع ونقدر نحط إيدينا انتفقنا مرحلة أنا عندي تلايف كبد ومن حوالي 6 شهور ظهر فتاء فحوض المية تلايف كبد وفتاء فحوض المية هو طبعا الكلمة غلط علميا غلط ما فيش حاجة اسمها فتاء فحوض المية فحوض المية ده يعني اللي هو المسانة المسانة ما بيجيش فيها فتاء هو يصد يقول فتاء قربي الفتاء القربي يعني فتاء بينزل في فحوض الوركة من تحتي كده ده بيجي مع مرد التلايف لما يبقى عندهم استسأة ويبقى فيه البطن عالية ودائما البطن فيها مية في المراحلة متأخرة فإذا كان هو المرحلة دي ولا مش هو المرحلة دي أساسا طبعا اللي بيحكم الدكتور اللي شاف الحالة اللي كلام نابقى بتحكمش في كلمتين طيب كده احنا جاوبنا سريعا على الرسائل النصية وفي انتظار برده الرسائل تاني اللي يجينا يبعط الرسائل مفيش مشاكل عبل ما نشوف الفيديو الجاي كده نجهز الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله ونبتد نكمل كلامنا عن التلايف الكابتي نبص بقى بصة ونشوف التلايف الكابتي والدنيا عاملة ازاي معاكم ده جسم الإنسان ده شكل الجهاز الهضمي بدء بالمعدة المريء الاثنى عشر القولون زي ما انتوا شايفين ونازل لغاية تحت هنا بالقولون النازل والمستقيم الكبد عندنا فوق خالص تحت الحجاب الحاجز على اليمين المنطقة الحمرة الجميلة دي ده منظر الكبد هنا المهم جدا إن احنا نبدأ نحدد وناخد سكوب كده شكل الكبد فين وشكله الطبيعي وحجمه زي ما احنا شايفين هو ده الحجم الطبيعي وهو ده الشكل الطبيعي كبد بيلمع حاجة حلوة البوردرز بتاعته جميلة ويعني حاجة محددة خالصها بنبدأ ندخل جوه خلايا الكبد ده منظر الهيباتوسايتس أو خلايا الكبد الخلية الكبدية زي ما احنا شايفين وزي ما احنا شايفين إن الليفر هنا بيعمل إيه بقى بيشتغل على المواد الغذائية النيوترينز اللي هي المواد الغذائية الحاجة التانية كمان إنه هو بيعمل بروتينز بيطلع البروتينز وأهم بروتين عندنا فيه حاجة اسماء الألبومين وحاجة اسماء جلوبيلين الجلوبيلين ده بتاع جهاز المناعة بتاع جهاز المناعة فهو ليه دور في جهاز المناعة هنا بيعمل إيه برضو بيشتغل على الجلوكوز متابوليزم والجلايكوجين بيخزن الجلايكوجين أو بيخزن الجلوكوز الزيت فصول الجلايكوجين برضو بيشتغل على مسائل الهرمونات على مسائل الهرمونات يبقى بيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيشتغل على الهرمونات وبيشتغل على الدهون في الدم والموتابلزم بتاع الدهون. وبيحفظ سوائل الجسم كاملة. يبقى كده دي جده وظيف الكبد الهيباتوسايتس الخلال الجميلة الطبيعية الحلوة اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشة. الخلايا دي اللي بقى بتقدي وزيفتها بيبقى الدنيا زي الفل. نبدأ بقى نتكلم عن مرض التلايف. سيروزز. ده التلايف. حلق الدنيا اختلفت خالص عن الشكل الطبيعي اللي احنا كنا بنكلم عنه. هنلاقي الدنيا اختلفت خالص. ده الشكل العام للكبد. الوليد البابي اهو قدامنا والشريان الكبدي والدنيا قدامنا واضحة. شايفين الكبد لما يكون شكله حلو جميل وصحي. بيبقى شكله كده متماسك وقوامه متماسك والأطراف بتاعته حد ده او بتاعته حد. ده منظر الكبد في بدايات التلايف يبتدي شكله كده يعجز. يبتدي شكله لونه يختلف زي ما احنا شايفين اللونه يختلف شوية مسفل شوية. ويبتدي المنظر هنا عندنا. طبعا دي حجمه بيقل زي ما شفنا حجمه قل زي. وبيبتدي يحصل فيه نقر او حفر ويبقى السطح بتاعه متعرج وليس املس ناعم زي ما شفنا في الاول. وبعد كده بيقول ان لو حتى اه في مراحل متأخرة وسبب التلايف احنا قدرنا نعالجه لكن عملية التدمير بتبقى استمرت والكبد بياخد شكل واحد ان الدنيا بتبوز معه. اه ده اللي احنا كنا عايزين نقوله اه في القصة بتاعاتنا. يبقى ده منظر الكبد وده منظر التلايف الكبدي احنا كده عنينا جابته وشافته كويس ادلنا ان احنا نتوصل الى الامور ماشية ازاي. حقيقي يمكن الفيديو ده معبر جدا عن شكل الكبد اللي احنا بنشوفه في السنار بعد كده مع المتابعات بتاعة مرض الكبد. اه هل هناك علاج للتلايف الكبدي? ده سؤال مهم. سؤال بيخطر في الازهان وسؤال احنا كده كاترت كبد. مفروض ان احنا نقول ايوه عندنا علاجة. لكن هي الاجابة مش على المطلق. احنا عندنا علاجات اه لكن في مراحل معينة من التلايف. في مراحل ما بنعرفش ان احنا نعمل معا حاجة. يعني مثلا التلايف الكبد في مراحل الاولى والتانية ايفن التالتة حتى. كويس. فالربعة الاولانية مش ربعة مدى قدمة. اه كل ده ملحوق. يعني قدرنا ان حصل المسألة بالنسبة 70 في المية. تقريبا 75 في المية. يعني ده بالنسبة لنا كده كترة مش نجاح. احنا تعودنا نجيب 99 في المية. يعني الطب اصلا تعوده على كلمة 99 وتمانية وتسعين وتسعين وخمسة وتسعين. فكدنا ان الطبيب يعالج الحالات بتاعته وعنده نسبة 70 في المية نجاح او 80 في المية نجاح. هو ما اعترفش نفسه ان ده يعني كده الطب بقى متقدم ولا حاجة. لا بيحس بالجهل ويحس بالتقصير ويشعر ان هناك المزيد من البحث العلمي والدراسات العلمية ودور على الحلول وامل كونكشنز مع ناس. في كل حتة في العالم. يدورون على الحلول. والله يا جماعة احنا مش عالفي deinen عالج المرض الفلاني. بتعالجوه انتو عندقوا ازاي. في الصين بيعالجوه ازاي. في اليابان بيعالجوه ازاي. اسباب الامراض دي واحد اتنين تلاتة. طب ازاي احنا نمنح حدوصها عندنا. طب والله انتو بتعالجوا الفيروسات ازاي في امريكا طب الفيروس اللي عندقوا زي اللي عندنا. ولا أنتوا ليكوا أدوية تانية غيرنا طب الجماعة بتقول الألمانية اخترعوا دولة طب إيه رأيكم في الدول الألماني بيفيد في المناعة طب نجربه وهكذا يعني أصدقوا إن إحنا مش عايزين يعني إحنا كأطبة ليهل ونهض دايما ندور على الجديد وندور على كل حتة في العالم النهضة الوسائل يعني الاتصال بقت متاحة وبقى أسهل حاجة إن أنت أتكلم أي حد في أي حتة في الدنيا فنقدر نعرف ونقدر ندور ونقدر يعني نجيب أولاق ونجيب دراسات اتعملت ونجيب فحصات اتعملت ونقدم أولاقنا بارلا ونقول لهم إحنا كمان عملنا وإحنا سوينا وإحنا عالجنا بالدول فلاني وجابنا تاك كويسة وعالجنا بالدول كذا وجابنا تاك كويسة ده يعني أمر في منتق الأهمية عشان كده دايماً بأتكلم في أساسيات المسألة التلاف الكبد اللي هو علاج أي ولا هو علاج إيه العلاجات المدعمات الكبدية أهد علاج علاج المناعي علاج فيه أدوية في المناع بشتغل كويس بتفيد في التلايف كويس دعاياً بأشعر بتحسن في مراحل معين طيب التلاف الكبد المتقدم المتقدم بقى اللي هو اللي كبد تقريباً 90% منه باز وتفضل 10% وقرب على الاند ستيتج ده ما بيستجيبش قوي ما بيستجيبش قوي للعلاجات عندنا علاجات إنزمية العلاجات البيولوجية زي ما احنا بنكلم عن البروتيز انهيبتر والمجموعة بتاعتها البروتيز دي اللي هو الأدوية الجديدة اللي نازلة لعلاجات الكبد الحديثة موجودة وبنعالج بيها بقى أنا فترة وأنا الشخصان بعالج بيها بقى لي فترة وجابت نتجة كويسة جداً 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 في علاجات التلايف الكبتي إذن في علاجات ومرضة كتير جداً بيستجيبه ومرضة كان عندهم أستاذ أهو ما بقاش عندهم أستاذ أفضلنا محافظين على مستوى الكبد كويس أداء الكبد كويس لكن هل الكبد بيرجع زي الأول يعني يحصل له complete regeneration ويرجع كبد بيلمع زي زمان طبعاً ده ما بيحصلش في كل الناس ومش في كل المراحل بيحصل لما يكون المسألة التلافيات لسه قريبة وبسيطة وما هيش تلافيات متقدمة قوي لكن إحنا بنقدر نقول إن إحنا بنحصل على أنتاج مرضية إن الأمور ما تسوقش الأمور ما تبص الوديد البابي ما يبقش يفتح كل مرة وكل مرة لأ العيان دخل في مضاعفات غير المرة اللي قبلها ده السيناريو اللي إحنا كنا مشين عليه منذ عدة سنوات يعني منذ عدة سنوات كان كل مرة بشوف المريض هو أسوأ من قبلها كان شغلتنا إن إحنا بنطبطب بندي شوية حاجات الحاجات دي ما هيش مفيدة أو للعيان بنقول إنها بتحمل الكبد شوية برضو كلام مش جزري لكن الحلول الجزرية قريبة قريبة جدا قريبة جدا أنا أعيدكم يعني إحنا في خلال خمس ست سنين من النهاردة إن شاء الله أمراض الكبد حنكون وصلنا إن إحنا سيطرنا عليها سيطرة كاملة ومش هنخسر الخسائر في الأرواح اللي إحنا عايشينها بإذن الله إن شاء الله رب العالمين يعني عندنا كلام حلو قوي أبتدي بقى دلوقتي نعرض كده الفيديو جميل ندردش فيه شوية إزاي إنت بتكتشف بالصنار التلاف الكبري كتير أول ما كلمتوكو كلمتوكو عن الصنار وقلنا بصور ولا باكش تغل بقوله ده إنت عندك تلاف الكبد اسمعته الكلمة دي لكن ما شوفناش الكلام ده عملي فأنا النهاردة جاب لكم فيديو نقول فيه الكلام ده ونشوف الكبد إزاي في الصنار رب العبان فحص الموجات الصوتية معانا فحص الموجات الصوتية للصنار على الكبد نبص بصة ونشوف ونرجع لبعض التاني ده كده الموجات الصوتية ده جهاز موجات صوتية 2D بنسميه اللي هو سناء الأبعاد ده الشكل العادي بتاع الكبد خالص الجزء اللي هو بيلمع دوان كده اللي احنا شايفينه اللونه أبيض بيبتدي أدخل بإيدي من تحت شوية علشان أجيب بقية الكبد وحدود الكبد كل دي طريقة فحص بس هو هنا بيعدادها ببطء شوية عايزي نارة أسرع من كده شوية أيوة جميل جدا ده اللور بوردر بتاع الكبد ده الجزء السفلي بتاع الكبد اللي هو بيعداد اللي من تحت ده اللي فوق الحتة السودة دي المرارة أيوة أيوة سبتلي بقى هنا ثانية التاني أيوة سبت الصورة دي الجزء اللي احنا شايفينه الأسود اللي فوق على اليمين دي دي المرارة الجزء اللي بيعد اللي جابها ده ده منظر دهون على الكبد يبقى هذا الكبد عليه نسبة دهون نكمل نكمل الفيديو ده اللور بوردر بتاع الكبد الجزء السفلي بتاع الكبد اللي هنا أيوة ده يعني قربنا كده كده على الكبد أكتر من الأول مني بتدي نشوف إن فيه فعلا الجزء ده فيه تلايف في الكبد شكل الخلال الكبدية هنا بيختلف عن الشكل الطبيعي ده كده شكل الوغدين مقطع في الكد صورة كده فيو من بعيد بنسبة بنقيس خدنا اياس كده بنظر الدهون اللي هي الحاجات الفتحة اللي احنا شايفانها دي يبقى كده فيه دهون فيه تلايف آه فيه تلايف اللي هي الحتة البيضة قوي البيضة قوي دي المناطق اللي هي فيها تلايف على الكبد طيب بنجالي الحتة دي شوية ايوة دي بنسميها البريدجز الحتة البيضة اللي بتيجي من الجناب ايوة خط اللابية ده اللي من تحت ده نرى في النص ده دي بنسميها بريدجز وده من علامات التلايف دي لما بشوفها بعرف ان الكبد فيitung منظر الكبد كده طبعا كورس كلمة كورس يعني دي منظر المرارة ده منظر المرارة وقفلي بقى هنا كده دي المرارة المنظر بتاع المرارة ده بيعمل المنظر ده في المرارة ويخلي المرارة بالشكل ده وده بيبتدي يخلي العصارة السفراوية متفرسة كويس والمرارة ما بتبديش تنقبط كويس يبتدي يحصل فيها التهابات والسفرة بتقعد فيها فترة أطول نكمل نكمل الفيديو لما السفرة بتقعد فترة أطول بيبتدي المنظر دايبة قدامنا أيوة ده جدار المرارة زي ما احنا بنشرح بيبتدي يدخن ويحصل حاجة اسماء التهابات مزمنة في المرارة ثم حصواتها المرارة ده شكل الكب ده هو المرارة فوق زي ما بتكلم ده المنظر بتاع الكبد عليه نسبة دهون فيه نسبة تلايف محترمة إن شاء الله من درجة تالتة مثلا وشكل المرارة فيها التهابات المريض ده جدعي لما أنا ببص بالسنار ولاق الشكل ده بروح واخد قرار على طول أخد قرار عيني جابت المنظر ده على السنار يا جماعة إذن هذا الرجل محتاج إلى واحد اتنين تلاتة بصوا منظر المرارة ده العياد اللي مررته كده على فكرة بيبقى عيني مش حالو يعني هو بيبقى تعبان وقولك عندي حرقان في ماداتي على طول يا دكتور وعلى طول ماداتي بتوجعني ما فيش لقمة مريحاني دايما حاسس إن أنا في جبل على سدري شايفينه منظر المتعارج ده المنظر المتعارج ده طبعا هنا كده فيه دنسبة التلايف تؤدي إلى بيلر الراديكالز والمنظر ده بقى متسع بالشكل ده أيوة اللي هو بيشاور عليه بالسهمة ده بقى واسع بالشكل ده كل ده طبعا ده يعني دي علامات للتلايف المريض ده بشتك من أعراض في الجهاز الهضمي يعني المريض ده عنده أعراض في الجهاز الهضمي وقولك أنا أبطني زي البلونا زي التضلع أنا أبطني منفوخة مش أدري أخذ نفسي عندي كاتنة نفس كل دي بتبقى أعراض موجودة عند الشخص ده الشخص ده كمان ممكن نلاقيه برضو بيخص يقولك أنا أجل فقدان وزن وشي بعمعظم شوية المراحل دي من التلايف بنلاقي فيها الكلام ده وبرضو ممكن نعمل وظايف نلاقيه في ارتفاع نزبط الصفر وخلل في الإنزيمات ممكن نعمل تحليل الألبومين لأن الألبومين بدأ يوطى لكن هو المريض اللي قدامنا ده على السنار مفوش استسعى يعني لحد الوقت ما شفناش مية خالص لكن الأمور يعني ده محتاجة إلى يعني علاجات وأدوية ده الكلام اللي احنا بنقوله خلص الفيديو ده كده بضح لنا المسألة وقدرنا نحدد منه الأمور مش هزي حقيقة الفيديوهات هي يعني مش هي بتشرح أكتر الفيديوهات بتبين للعين شكل ما نعرفش نوصفه ولكن المهم إن أنا أخد قرار يعني زي ما بقول دايما إحنا إحنا كنا بنقول إيه؟ بنقول إن the eye doesn't see what the mind doesn't know يعني العين ما تشوفش اللي المخ ما يعرفوش يبقى لازم مخ يبقى عالف شكل التلايف عشان لما عيني تشوف أقول ده تلايف طب لو أنا مش عالف شكل التلايف هتفرج على حاجة بيضة حاجة سودة وخلاص طبعا الفحص اللي احنا شفنا ده ده فحص موجات صوتية سناء الأبعاد أبيض سود ده فحص عادي خالص إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هجب لكم معايا من الجهاز رباعي الأبعاد بتاعي على الفلاشة إن شاء الله فحص موجات صوتية حلو بالألوان ورواعي الأبعاد ده أنا هعمله بنفسي وحجيبه معايا إن شاء الله بإذن الله يوم الاتنين القادم حواليكم إزاي الموجات الصوتية الحديثة بقى المتطورة مش المنظر الغلبان اللي احنا شفنا ده بتشخص أدق بتولي أدق إن شاء الله بإذن الله أخلي الفلاشة معايا وأخذ عليها بعض الحاجات وبعض الصور وبعض الفيديوهات المهمة اللي بيبقى فيها الكلام عن مرضى الكبد الاستسأة الحالات اللي فيها الاستسأة شكل الكبد عامل إزاي شكل الطخال عامل إزاي الوريد البابي الكلام ده مهم جدا الأجياء الموجات الصوتية تطورت خالص بعد اللي احنا شفنا يعني اللي احنا شفنا ده اللي هو الأبيض والسود القديم فيه بعد كده اللي هو بالألوان 2D برضو وبعد كده اطلع جيل اسمه ثلاثي الأبعاد اللي هو صورة حقيقية صورة ثابتة غير حقيقية غير حقيقية يعني أنا باخد صورة من ثلاثة view من جنب اللي بينه وجنب الشماله من قدام بسبت كل مرة الصورة وببعتها على الكمبيوتر اللي بيعملها دي كنستركشن ويدينا صورة ثلاثية الأبعاد يعني مجسمة ثابتة بعد كده الأجياء الجديدة اللي هي 4D أو رباعية الأبعاد يبقى صورة مجسمة حقيقية متحركة قدامي أضفنا إليها البعد الرابع وهو الزمق الزمن عشان كده بقت اسمها رباعية الأبعاد يعني البعد الرابع أو البعد الزمن اتحط مع الصورة المجسمة فبقت صورة مجسمة متحركة مش صورة مجسمة ثابتة ده الفرق ما بين ثلاثي الأبعاد ورباعية الأبعاد جبا كده في حمنا إيه الفرق من ثلاثي الأبعاد ورباعية الأبعاد عايز أقول نقطة مهمة المريض اللي عنده فيروس فيه لما بيجي الكلم يقول الPCR أنا شاف كل الأسئلة اللي جايلي أسئلة على الPCR الPCR يا ربع له طرق في القياس فيه طريقة بالإنترناشنال يونت وفيه طريقة الحاجة اسمها كوبيز برميلي دي طريقة دي طريقة يعني مثلا ما جاقول أنا وزني تسعين كيلو يسوي ميتين وعشرين راتل هو أنا كده زدت من تسعين لميتين وعشرين يعني ما زدتش تسعين كيلو حاجة والراتل حاجة وبالتالي الPCR ساعات الناس بتقرأ تفتكروا إنه زاد هو ما زادش ده هو معمل آسو بالإنترناشنال يونت ومعمل تاني آسو بالكابي إذن ده إياس وده إياس علشان كده بقول كل الأمور بتاعة الPCR دي أمور تقريبية الPCR دا يهمني في بروتوكول زو معينة من الآلاج فقط لغير ومش في كل بروتوكولات البروتوكول اللي يهمني فيه هو بروتوكول الانترفيرون بروتوكول الانترفيرون يعني العيني الPCR بتاعه مليون بدأت معها بالانترفيرون الانترفيرون المفروض عشان أكمل لازم الPCR ينزل من المليون للعشر تلاف عشان أكمل أو يدي سلبي طب لو من ميليو بقت 500 ألف يبقى أنا مش هكمل الإنترفرون لأنه مش مستجيب يبقى إذا البيسي آر هنا هو محق رئيسي في بروتوكول الإنترفرون لكن مثلاً نيجي بقى في البروتوكولات التانية لا مش مطلوب البيسي آر بالأهمية دي لأنه عندي حاجات تانية بقسها زي شكل الكبد زي العينة الكبدية زي الفيبرو سكان في علاجات التلايف في العلاجات المناعية بابتدأ أشوف جهاز المناع بيشتغل إزاي والحكم عندي ما هواش بيسأل لوحده وفيه حاجات تانية أو تحليل تانية الألفافيتوبروتين لو عالي بقى إيه لو واطي بقى إيه قصة دلالات الأورام وما حولها إذن الاستجابة للعلاج اللي بيحكم عليها الدكتور ومش المريض ودي نقطة أساسية ومحورية في الموضوع طبعاً إحنا مش قادرين نتابل استطرات في الحلقة دي بالذات أنا ده كلام برضو يعني بعتذل للإخوة اللي بيتصلوا لأن احنا قلنا من البداية أن الحلقة دي أنا ده فيديوهات ومش عايز الوقت يروح في اتصالات رسائل النصية بتوصلني وأنا بجاوب عنها فاضي الخمس ده في وقت الحلقة الخمس ده دول عايزين نخرج بيهم بمعلمات مهمة عن التلايف الكابلي إحنا خلص كلمنا عن التلايف وقلنا الشكل العام إزاي في الفيديوهات لكن أنا عايز بقى تركزه معايا الخمس دقيق جايين دول في نقطة مهمة التلايف الكابلي مرض يصيب الكابت يبقى التلايف ما هوش الفشل الكابلي يبقى لما أقول المريد أنت عندك تلايف ما يتخدش تلايف يعني مرض يعني هنتعالج في علاجات للتلايف طبعاً في علاجات للتلايف في أسباب للتلايف أيوة في أسباب للتلايف يبقى أول حاجة معالج السبب يعني مريض عنده تلايف كبد يناتج عن أنه بياخد دوء أو رام مثلا يبقى لازم أننا نشوف الأدوية اللي بياخدها ونبتدي نتعامل معها علشان الكبدو ما يبص أكثر من كده مريض بيشرب كحول لا ده أنت حتبطت الكحول ومش هتشرب كحول بتدخن لا مش هتدخن علشان أقدر أنه نشغل يبقى أنا دلوقتي لازم أننا أحدد المرض بتاعي تلايف سببه التدخين الكحوليات المسكنات المهدئات المنشطات المخدرات كل دي دي أسباب أقدر أحطها على جنب كده وقوله ما تعملهاش طيب عندي أسباب أخرى زي الفيروسات الكبدية هتعامل مع الفيروسات الكبدية عندنا بروتوكولات لعلاج الفيروسات الكبدية عندنا فيروس C وعندنا فيروس A فيروس B فيروس A ده بيجي في الأطفال أو في كده وبيقعد فترة صغيرة وبيمشي موضوع مش صعب بالنسبة 90% لكن B و C آه اللي بيخش في مرحلة التهاب كابدي مزمن مش كل عيان C حيخش في التهاب كابدي مزمن مش كل عيان بي حيخل في التهاب كابدي مزمن دخلنا في التهاب كابدي مزمن يعني إيه بقى التهاب كابدي مزمن يعني تكسير في خلايا التهاب مستمر الفيروس ينتقل من خلايا الكبدية إلى أخرى يكسر في الخلايا الكبدية ويدمر في الخلايا الكبدية طيب ده اسمه التهاب كابدي مزمن ده اسمه عندي انا التهاب كابدي المزمن طب هذا الالتهاب الكابدي المزمن ده ليه علاجات؟ اه طبعا ليه علاجات؟ حاجة بتحدى بنانتشار الفيروس المجموعة الجديدة اللي هي البروتيز انهيبتر والبوليميريز انهيبتر المجموعة طريقة العلاج الانزيمية اللي هي نزل الجديد وبنتكلم عنها وهي موجودة بره بقالها سنة ونصف سنتين ما هيش جديدة ولا حاجة لكن بالنسبة لنا احنا جديدة كويس ان هي حتنزل عندنا يعني بشكل رسمي اه على حسب الاتفاقات لسه بديتفق على منظمة الصحة ان هي تنزل هنا باسعار معقولة لان طبعا اسعار الدواء ده هتبقى اسعار باهزة هم عندهم يحول ملكال فكرية وبراءات الاختراع بتخليهم ان هم الدواء عندهم يبقى باسعار خيالية ما نقدرش نجيبه يعني ولكن ان شاء الله بزنيها هتبقى محلولة في غضون عدة شهور المهم يعني ان دي طريقة جديدة وامل جديد فيه ادوية من مجموعة البروتيز دي بتشتغل مع الريبافرين والانترفرون يعني بتبقى كابسولات بتشتغل مع الريبافرين مع الانترفرون ويتاخد معهم الكابسولات دي بيجيب نتاج كويسة قوي 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 وما بيحصلش الاعراض الفضيعة جدا التسممية فيه بعض الكابسولات تدية بتشتغل من غير الانترفرون يبقى هي وريبافرين بس بس فده كلام حلو قوي ده كلام حلو قوي يعني فيه مجموعات ضوائية زي طول بيفير مثلا طول بيفير بيشتغل مع الريبافلين بس ونتائجه أحسن من الريبافيرون مع الريبافلين الانترفيرون مع الريبافلين نتائجه أحسن بكتير السوف و سوفير ده بيشتغل لوحده بقى ده اللي عليه المشكلة واللي غالي والحدوتة بتاعته فيه نيلس بيروس و سكوينافير فيه أنواع كتير من الأدوية لكن كلهم مجموعة بنسميها بروتياز انهابتر اللي بتشتغل على الانزيمات اللازمة لتجديد الفيروس الانزيمات اللازمة لتجديد الفيروس احنا بنوقفها فبنوقف الفيروس بين الجدر بنعالج المشكلة جذريا فده كل دي امال جديدة وقفات جديدة في العلاجات حل كلام جميل هنبتدي نشوف ونبتدي ندور ودائما احنا بندور نجيب الأدوية دي نبتدي نتعامل مع الناس نحاول نوفرها بقدر الإمكان علشان في الآخر نوصل ان احنا نحل المشاكل الصحية الكبيرة يبقى التلاف الكبدي مرض زيه زيه اي مرض له مراحل مراحل الاولى تانية تالتة ربعة المراحل الاولى والتانية والتالتة كل ده كلام ليه بروتوكولات علاج عشان كده بقول التشخيص تقييم مهم اشخص كويس اقيم الحالة اقول المريد بتاعي بمنطقة صراحة انت واحد اتنين تلاتة قدامنا واحد اتنين تلاتة يبقى الكلام في منطقة الاهمية ان احنا نبقى عارفين كويس جدا الامور بالنسبة للمرضى بتوعنا لازم تمشي ازاي وطبعا انا بعتبر ان الامانة العلمية والمصدقية هي اهم حاجة مريد لما ييجي ويقعد قدامي ويقولي قصته انا اقوله قصته وكل الاحتمالات اللي قدامه لازم يقومه انه قدامه هو فاهمها اش كده بقول لازم نفهم انه الدكتور وانه قمش انه قدام الدكتور ما احناش فاهمين ومع اللقاءات التلفزيونية اللي احنا بنتقابل فيها يوم الاثنين ويوم الاربع برنامج الطبه في حياتنا بنتقبل نشرح المسائل ونطرح الافكار وننوع لكو مرة بطلع لوحدي يوم الاثنين يوم الاربع بيجي معايا الستاذ احمد السيد الاعلامي الكبير وبيحاورني وبيسألني زيه زي اي حد فبيترح قدامي الافكار علشان يبقى قدامنا كل الاختيارات واضحة في ازهالنا ونوصل المعلومة في ابها وارق واعظم صورة وارقة صورة للاعلام الطبي المتميز في برنامجكم الطب في حياتنا موعدنا الاثنين والاربع ان شاء الله من كل اسبوع في هذا البرنامج على هذه الشاشة طيبة المباركة الى ان القاكم لكم مني اطيب المنابس صحة والسعادة اقول قولي هذا استغفر الله اللي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة